على الجزء الآخر برشلونة داني ألفش طبعا العائد إلى صفوف برشلونة البرازيلي المخضرم داني ألفش المنضم حديثا لصفوف برشلونة قال أنه على استعداد لإقناع زميله ليونيل ميسي بالعودة مجددا إلى العملاق الكتالوني قال في تصرحات أبرزتها طبعا شبكة مونت كارلو الفرنسية أنه مستعد لمحاولة إقناع ميسي بالعودة إذا تم إعطائه بعض ساعات لكن كمان أضاف أن ميسي طبعا أعظم زميل له في الملاعب سيكون من المدهش أن يكون معنا في برشلونة لكن على الجانب الآخر قال كمان أعرف وللأسف أعرف أن الأمر ليس ممكن في الوقت الحال طبعا داني ألفش قال كمان أنه مستعد لتبني أي فكرة لبرشلونة أفضل أنه بيقول أن برشلونة أفضل مكان ولا يوجد نادي مثل برشلونة حضرتكم عارفين أن داني ألفش طبعا زميل ميسي على مدار ست سنوات قبل رحيل اللاعب البرازيلي في صيف 2016 إلى طبعا صفوف اليوفينتوس طبعا داني ألفش طبعا يعني زي ما بيقول هو أكيد طبعا من خلال جابي وعودته إلى برشلونة حيمس القوة ضاربة هل العلامة الاستفام هل سيخطو خطوات حضرتكم عارفين أنه وصل لسن 38 سنة داني ألفش عنده 38 سنة عنده خبرات أكيد كبيرة جدا جدا وقاحد من أساطير برشلونة كمان على مستوى ليفينتوس على مستوى باريس سان جيرمان ويمكن آخر موسمين من 2019 بيلعب في سان باولو البرازيلي وإن اليقطو البدنية كاملة داني ألفش خلال السنتين اللي فاتوا مع سان باولو يمكن اشترك في 79 مباراة وده رقم كبير جدا جدا للعب في سن 38 هل يتم نجاحه وتم نجاحه زي رونالدو مناجح بشكل كبير مع المانيو يونيتد في سن 36 سنة كمان إبراهيموفيتش في سن 40 سنة بيتعلق مع الميلان وكمان مع المنتخب السويدي هنشوف يمكن داني ألفش هيكون يعني مستقبله إيه وإعطاءه إيه وخبراته هتنعكس على برشلونة في الأسابيع القادمة